اشتركوا في القناة على الزواج أو على عمل أو على شراكة أو تعاون أو كل ما له ارتبط بالعلاقات الإنسانية وكي لا أطلع عليكم الكلام أحبتي وباختصار هل تعلم أن من يعرف حسابك على الفيسبوك يستطيع الوصول إلى معلومات حساسة تخصك دون أن تنتبه أنت لذلك صراحة الأمر خطير جدا وخطورته تجلت واتضحت لي خاصة عندما جربت الأمر على بعض أفراد من عائلتي وأصدقائي وحصلت على معلومات حساسة جدا وقد تفضل لمشاكل عديدة لو اطلع عليها من يهمه أمرك وكمثال فاتت بالفيسبوك لم تنشر قط صورتها بحسابها لكني تفاجأت بوصولي لصورتها أيضا وصلت لتعليقات وإعجابات لشخص متزوج قد تؤدي بأسرته إلى ما لا يحمد عقبه إن كشفت والعديد من الحالات الأخرى وللتوضح فقط أساتي ذاتي فالأمر لا يتعلق بأي طريقة من طرق الاختراق بل يتم كشف كل هذه الأمور بطريقة عادية مسموح بها وقانونية لكن للأسف ولأننا لا ننتبه ونظن أن الحياة الافتراضية شبيهة بالحياة الحقيقية نقع في الكثير من الأخطاء تلاميذي أساتي ذاتي الحياة الافتراضية خطيرة جدا أكثر مما نتوقع وخطورتها تتجلى بوضوح في كونها حياة موثقة بالنص والصورة والفيديو والأخطر من هذا كله أنها لا تنسى بنقرة زر فقط تستطيع استرجاع كل ما مضى للأسف صراحة ترتت كثيرا قبل تقاسم هذه الطريقة معكم ولو أنها طريقة بسيطة ومتجاوزة لكن يجب أن تعلموا بها أنا عن نفسي كنت أستخدمها منذ سنوات للتعرف على شخصية البعض ممن يهمني أمرهم بطبيعة الحال وكنت وقتها أستخدم فقط بعض الكلمات المفتاحية لكن اليوم أصبح الأمر أسهل بكثير وبنقارات زر فقط للأسف اشتغرت الطريقة وأصبح يعلمها الكثير من الأشخاص وجاءت دور لتعلموا بها أنتم أيضا أساتدتي الكرمة والكريمات وأحبابي تلاميذ تفادي للوقوع في شراكها فكم من زواج فسخ وكم من عقد عمل ألغية بسببها وللأسف أغلب ضحاياها من الجنس اللطيف بسبب ثقافة مجتمعنا تصور معي أخي أختي أنك تستطيع من خلال حساب الفيسبوك لأي شخص خاصة إن كان صديقك معرفة ما ومن يحب من خلال حصول على معظم الصور والفيديوهات والمنشورات التي أعجب بها في صفحة واحدة أيضا معظم تعالقه التي كتبها هنا وهناك بالفيسبوك في صفحة واحدة تقرأها وتقرأ شخصيته معها بكل تفاصيلها واتجاهاتها والمزيد إخواني أخواتي سأشرح لكم الطريقة بعد قليل أحبابي تنبيها وخوفا عليكم وأيضا كيفية حماية منها لكن قبل ذلك أستحلفكم بالله أن تكشفوها لأزواجكم وأبنائكم وأصدقائكم وأن لا تستخدموها لكشف عورات الآخرين أيضا هناك طرق أخطر بكثير مما سبق سأكشفها لكم مستقبل الأحبابي خوفا وحماية لكم ولأصاركم من أفعال بعض أصحاب نية سيئة هداهم الله وإيانا لما في الخير لنا جميعا ولأوطاننا وكإشارة فقط أحبابي فلست بمختارق ولا أفقه شيئا في مجال الإختراق لكني أحب تقاسم كل ما أعتقده مفيدا لكم خاصة مع أساسي ذاتي الأجل وأحبابي التلاميذ ولا تنسوا فموعدنا قريب بإذن الله لتقاسم كل ما هو مفيد وجديد إذن على بركة الله سأخذ حسابي كمثال أول شيء سنقوم بنسخ رابط الحساب ثم بعد ذلك سنقوم بالذهب إلى هذا الموقع رابطه ثم نقوم بإلساق الرابط هنا والنقل على هذا الزر بحث للحصول أسفل هذه الصفحة كما طرحنا معي على مجموعة من الخيارات والتي ستكشف لنا مجموعة كبيرة جدا من أسرار هذا الحساب أولها هذا الخيار والذي به توسط إلى صورة الفتاة التي ذكرت من قبل فقط لأن إحدى صديقتها نشرت صورة لهم معا وأشرت لصديقتها فيها هنا سنجد بطبيعة الحال الصور التي تمت الإشارة فيها إلي بطبيعة الحال حذفت العديد من الصور أيضا من هنا سيمكنني الحصول على الصور أو الفيديوهات أو المنشورات التي قمت بالتعليق عليها بطبيعة الحال أحصل على جميع الصور لأن هناك خوارزمية للفيسبوك كما طرحنا معي فهذه بعض الصور التي قمت بالتعليق عليها سأخذ مثلا هذه الصورة بالذهب إلى مكان التعليقات سأجد التعليق الخاص بي كما ترون ولحذف مثلا أي تعليق وجدته لا يليق أو لصورة لا تليق فيكفي فقط نقل على delete كما ترون الآن بإعادة القيام بنفس شيء مرة أخرى فلن تظهر الصورة إذن كما ترون معي فالصورة اختفت طبعا الحال اختفت لأن التعليق اختفى نفشي الآن مع إعجابات سأختار فقط الصور التي أعجبت بها فقط كمثل كما ترون هذه مجموعة من الصور التي أعجبت بها فمثلا لو أعجبت بالصورة أستحيب من مشاركة عمل آخرين سأقوم فقط بإزالة إعجاب هذه الطريقة هذه الأمر الآن بالقيام بنفس العملية مرة أخرى فلنجد الصورة فقط بين قوسين فقط حذفت العديد من الصور التي أعجبت بها صراحة لأني صراحة لا أريد أن يراها الجميع وأخيرا أرجو منكم أحبابي مشاركة وفتح هذه الطريقة ليعلم بها الجميع ولينتبه من الجميع ولا تنسوا فمعيدنا قريب بإذن الله مع إفادة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته